السؤال عنده علاقة بتنزيل مشروع دعم السكان مشروع دعم السكان نلقى واحد ترحيب من مختلف أطراف المجتمع خصوصاً شباب بحالي أنايال لمقابلين إن شاء الله عن مقاريب أنه منستثمروا في هذه المجالات لكان هو أنه كان واحد تخوف تخوفين تخوف لكان هو يقدر هذا الشيء دي إلى ارتفاع سعار العقارات إما بشكل مبرر أنه يكون موجود في واحد الفطرة الزمنية التي فيها ارتفاع الأسعار عموماً نسوى المواد لبناء أو ارتفاع العام الأسعار أو بما يسمى النواغ أنه بعد المقاوين في العقار يقدر أنه يطلبون من الإنسان ليكون واحد العقار قريب من 30 مليون 40 مليون ولا 70 مليون 30 مليون أنه يعطي ذلك الفارق تحت الطبلة كما يكون قوله بالدريجة ويستفد من هذا الدعم هذا هذا غادي يكون عنده واحد أثير سيلبي لا على الطاكس لا على جيب دي المواطنين لا شحن الحاجة هي واحد المعادلة الصعيبة أنه القولها يحل ولكن ما عرفت شوش الحكومة ديجة غادي في توجه هذا القول حل شكرا تنزيل ديال الدعم ديال السكن كين الدعم ديال السكن الاقتصادي اللي هو 300 ألف درهم وكين الدعم للسكن المتوسط اللي هو واحدة سبعمائة ألف درهم اللي كيتعطى فيه سبعين ألف والأخو مئة ألف درهم أه علش مشينا لتلتمية ألف درهم لأنه كان قبل الدعم كيمشي تيفيا وهذا ولياس ذكش كلو حين نعم يعني المستطمير في القطاع ديال اللي بنا والذي اللي تسمره بحلو بحلق جميع المواطنين وتشيرها الدار في المناظرات اللي فاتيو بأنه يخلص يعني الضريبة دياله ويخلص تيفيا ولكن داكش اللي كيخلص زايد ولكش دا هذا خاص نحنا نعاونو المواطن داك دعم كيمشي المواطن كيجيه هالبنوطي اللي في فون ديالو سميتو بأنه غادي يشري الأباطومون من بعد ما يتقدر يعني تقيد في البلاتفورم و هذا و هذا عشان نقول لك إلى يعني اللوفة باينة في المغرب اللي حصل يأدي لأنه باينة دا بالمغربة كل شي كيعاف بأنه أخسر يشري بثلاثين مليون وما كيش النواء وغادي يعطي عشر هذا المليون وغادي الشي الأخوة غادي يمشي يجيب الكريدي ديالو عما ما يمكنش فات المغرب ديالش حالها دياللي اللي واحد كيبيع بها التامان واحد بها التامان وكل واحد شكي ديانا كيضالي بأنه اللي حصل يأدي وكينا وكينا مراقبة ووزعمه فرانش مانسي هادي كونسيي زعمه لأنه الدولة الآن وقفة على شغالها وبالخصوص بلي كيكون يعني وهذا برنامج ملكي وهذا ما يمكنش أي واحد يتلعب فيه وبالعكس حنا بلدنا هاد شي قنا ما يمكنش مدون نعطيه الفلوس باش عالتغيار نهضره هيرا مع المستثمير لا المستثمير يديه خدمته بحال وبحال الناس وكيحنا نعطيه عشر مليون الدولة كدعطي عشر مليون كدعطيها المواطن يستحقها وكيعافش كيديه وكيديه الختيار دياله والمنافسة بالسلوات المقبلة غادي تكون كبيرة المنافسة هي اللي يعني يمكن يمكن تجيب لي نأتمينة قل من ثلاثين مليون في المستقبل إن شاء الله اشتركوا في القناة